خلس الدوري خلس الدوري تحس كده انك بتاخد نفسك ياه تحس انك تعبت مع اللعيبة والمدربين وإدارات الأندية موسم طويل جدا أكتر من عشر شهور موسم مضووط جدا لعيبة تعبت جدا مدربين تعبوا جدا إحنا تعبنا جدا كل الناس الجماهيل اللي بتشجع تعبت جدا دوري كان طويل جدا بس في حاجات كتيرة قوي تتقال زمالك بطل بطل فوق العادة عمل موسم رائع ولا أروع ويستحق عن كل جدارة هذه البطولة نادي الأهلي بعيد شوية هذا الموسم بس الأهلي عدتوا انه يبعد حبة قليلة يرجع بسرعة وبسرعة الساروخ ويرجع تاني النادي الأهلي على منصات التطويق والبطولات والمنافسة على البطولات برمز السناء دي بيحسم المركز الثاني عمل موسم جيد جدا جي في الآخر بس وما قدرش يكمل المنافسة رغم أنه عنده تشكيلة مميزة جدا من اللاعبين ولكن كسب الوصفة السناء دي مع نادي الزمالك المتصدر طلع الجيش مفاجئة المفاجئات الحصان الأسود في هذه البطولة المركز الرابع ينهيه السناء دي أو الموسم ده طلع الجيش مركز رابع في منافسة قوية جدا مع فيوتشر اللي عمل أداء رائع جدا وأداء استثنائي زي ما قلت مبالح فيوتشر في أول موسم ليب تشكيلة محترمة وجهاز فني محترم جدا نهارده الجونة كان صاحب المسلس أو يعني الدلع الثالث في المسلس اللي هابطين بعد استن وبعد مصر المقصة الجونة اليوم يهبط رسميا بعد مواسم طويلة وعديدة في الدور المصري قدم مباريات كبيرة وقدم أداء رائع السناء دي مش بنفس المستوى مش بنفس الأداء تكوين الفريق ما كانش جيد والجونة اللي كان متعودين عليه عنده لعبين جاهدين وعنده محترفين جاهدين السناء دي كان في خبر كان وهبط إلى دوري الدرجة الثانية رغم فوزه اليوم على بيرامدز 3-1 بس كان غزل المحلة اتعادل النحاة التانية مع المصري وكان مع الاتحاد وكان مع المصري خسر قدام فريق مقرون العرب وخلص الدوري والجونة بفارق نقطة واحدة عن غزل المحلة هبط إلى دوري الدرجة الثانية نور السيد النهاردة تقدم للجونة في الديئة 30 وبعد كده عمر السعداوي سجل الهدف الثاني في الديئة 57 وإسلام عايزة سجل هدف بيرامدز الوحيد في الديئة 30 ده بالنسبة للجونة الهدف الثالث كان حسام غانب اللي جابه في الديئة 86 ده بالنسبة للجونة كان يمنا على أهلي كان يمنا عن الزمالك عن طلقة الجيش وعن فيوتشر وعن التلاتة الهبطين بصراحة شديدة أنا مستنى أشوف الموسم اللي جاي لإسماعيلي بشكل مغير لإسماعيلي ما ينفعش يبقى فريق يصارع الهبوط في أي لحظة من اللحظات إسماعيلي التاريخ إسماعيلي ثالث الأهلي والزمالك في الصدارة ما ينفعش أبدا يكون بيصارع الهبوط في أي لحظة من اللحظات فلازم يبقى فيه تحسين في تشكيلة الفريق في الجهاز الفني للفريق في تفاصيل كثيرة وإن كنت لحد دلوقتي لا مش فاهم ولا عارف أفهم يعني إيه كابتن حمزة الجمل يمشي بس ده شغل إدارة نادي هم حرين المصري برضو السنة دي ما كانش في أفضل حال للتحاد ما كانش في أفضل حال غزل المحلة كان على وشك الهبوط النهاردة هدف هدف يخش مرمى غزل المحلة كان هبط لدوري الدرجة الثانية الفرق الجماهيرية الكبيرة دي لازم يبقى شكلها أفضل وشكلها أحسن تدعمات محترمة واستقرار في الأجهزة الفنية الفريق برضو اللي أنا حاطرت له كام علامة استفهام السنة دي مش عارف هتحطه معي ولا هو السراميكا كريوباترا فريق عنده لعيبة كويسة فريق بيدعم بلعبين جيدين عنده جهاز فني محترم بقاعدة كابتن أحمد سامي بس الفريق السنة دي حاله ما كانش جيد أتصور أن السراميكا ممكن ياخد ملاكز متقدمة أكتر من كده سموحة بداية جيدة جدا وبعد كده الأداء ألف في نهاية الموسم وإمبي كان فريق رائع جدا مع الكابتن حلم طولان وتضاهر الحال تماما مع جوريفان بيرا اللي هيكمل مع الفريق بحسن ما قال لنا أو قالوا لنا إدارة النادي عبر مكالمة هاتفية من يومين ده الدوري الملخص بتاعه أبرز الحاجات اللي كان في الدوري السنة دي هي الحديث عن التحكيم وأخطاء التحكيم جمنا كلاتنبرجي عايزين نشوف بقى إعداد جيد للحكام تنظيم جيد للحكام أخطاء ما تبقاش أخطاء سازجة أخطاء عادية بتحصل يعني الحكام هيبضلوا يغلطوا بالمناسبة يعني كلاتنبرجي موجود ده مش معناها أنه أنت فيه ضرب الجزاء تحسب على فريقك ولا ضرب الجزاء لصالح فريقك كده أو كده ممكن بتبقاش غلط ممكن تبقى غلط ده بيحصل في العالم كله بس الأخطاء تقل ومتبقاش واضحة عشان نتفاهمها ونقول ما كانوش يقصده صعبة يا جماعة صعبة قد تتأديلك أنها ضرب الجزاء بس الحكام لما حتى بص على الفار شكلها صعبة فنقول كده نختلف يعني نقول ليه لا تربط جزاء أو مش ضرب الجزاء لكن ما ينفعش كلنا مثلا نقول كلنا على قرار أنه ضرب الجزاء ولا تسلل ولا خلافه ويبقى الحكام شايف حاجة تانية كلنا كلنا دي اللي أقصد بها كمان خبراء التحكيم مش بس إحنا يعني كجماهير أو إعلاميين أو ناس متابعين كان فيه أخطاء تقيلة تقيلة وممكن تكون أثرت على بعض الفرق بس في كل الأحوال مهما كانت تأثير لا الآن ده اللي هبطت هبطت بسبب أخطاء تحكمية ولا الزمالك اللي كسب البطولة كسب باستفادة من أخطاء تحكمية ولا أي فريق تضرر في مركزه بشكل واضح بسبب أخطاء تحكمية اللي خسر خسر عشان أخطاءه هو أولا أخطاء فنية واللي كسب كسب عشان مميزاته هو مميزات فنية أولا وأخيرا فما اليوم مبروك لنادي الزمالك هردلك للفرق الهابطة مستنيين الفرق الصعيدة أسوان والداخلية وحرس الحدود عايزينهم بإمكانيات جيدة عايزينهم بإمكانيات أفضل عايزينهم يكملوا في الدور الممتاز ما يطلعوش ضيوف وينزلوا مرة أخرى عايزينهم يسروا الدور المصري يزدوا قوة وإصارة ما يبقوش مجرد ضيوف شرف وأنا أتصور أن التلاتة بيجهزوا أنهم ما يبقوش ضيوف شرف وبالتالي متوقعين أن المنافسة تبقى الموسم اللي جاي منافسة قوية وكبيرة